اشتركوا في القناة الذي يتطلب عملا دؤوبا لمتابعتها ورصدها مشيرة الى اتخاذ عدد من الخطوات والتدبير في مجال مكافحة الاتجار بالاشخاص من خلال بناء منظومة متكاملة تستند على اسس قانونية قائمة على احترام وصون حقوق الجميع دون استثناء وجددت المملكة ايمانها بضرورة التكاتف الدولي للتصدي لجريمة الاتجار بالاشخاص التي تهدد امنى واستقرار المجتمعات معربا عن دعمها للدور الكبير الذي تبدله منظمة الامر المتحدة والمنظمات التابعة لها في تعزيز جهود مكافحة الاتجار بالاشخاص عالميا